السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صحيف مقطع جديد من ماينكرافت اليوم حلقتنا رح تكون دسمة فعشان هيك استحملها اول اشي في عندنا قرية القرية هاي رح تساعدنا انه نصنع اور جديد وهذا الاور منقدر نسوه منه ادروع جدا رهيبة وقلها ميزات كمان منقدر كمان نصنع منها التولز والسيف والشغلات هاي ولما نروح الاند في كلام تاني رح نرسم زعيم الزومبي وراح يكون كمان في موبز جديدة اول مرة منشوف الصراحة رح تكون بالاند وهدي بتساعد التنيني بشكل جدا كبير وحابة اذكركم رابط الدسكور تحت في الدسكريبشن بتنورونا وبتشرفونا وبتمنى انكم تستمتعوا في المقطع كيف حالكم ان شاء الله طيبين والله شكرا لكم الله يسعدكم سعادة لا توصف سعادة بدية جماعة الخير يعني ايش ما بحكي هذا الاشي قليلي بحقكم شكرا لكم على الدعم الرهيب زائد اعطيكم تحدي بسيط والما بعرف ان عبدالات السنة كان في عنا تحدي بعض شي اذا حكيت لكم يا زمان ولا لا كانت تحدي بيني وبين نفسي بس ما بعرف اذا عنجت قلت لكم هذا التحدي التحدي كان بيني وبين نفسي انه نوصل مئة الف مشترك وما شاء الله الله مزيد وبارك ويزيدهم يا رب قربنا نوصل ثلاثمية واربعين الف وبتمنى منكم هالتحدي نسويه قبل نهاية السنة نوصل ثلاثمية وخمسين الف مشترك اي واحد حاليا مش مشتركوا القناة بتمنى انك تشترك وتنورنا وبتشرفنا زائد تحف لايك يعني اذا مش حطت لايك وشكرا لكم جميعا اه واذا ما اشتركت بسعلمنك ها لانو باللايكات لو ما اشتركت بتجيبوا لايكات بس هالمرة بسعلم اذا ما اشتركت فاشترك لو سمحت هاليا هلا ننتقل ونشوف الاشي الرهيب اللي لدينا والاشي اللي بنتظرنا في الاند اللي ما بعرف ايش فيه في الاند ليش تعمل سكيب للمقطع المفروض تسمع البداية دائما بداية المقطع وهي بعطيك ملخص الحلقة هاي لازم نزبط توضعنا من ناحة الاغراض هاي الجميلة جدا عنا هذا الاور الجديد Water Netherite Ingot هذا الاور بنقدر نسوي منه دروع ونقدر نسوي منه full tools وفل دروع يعني بالحلقة هاي راح نسوي دروع جديدة وعليها برضو ميزات هاي لدروع اذا جبناها راح يعطينا كمان ميزات غير عن الدروع العادية لازم نيجي هون في مساعدات يعني بسيطة عشان نصنع على الاور الجديد كيف راح ننسلع على الاور الجديد كله علينا انو يا شماعات الخير شعبيني دراك داءter Queун simple ما لازم نجيبه بنحلي الاغراض quiereants عادية بس اذا جبناها عليه crafting table باجناها باكت مي مكتنا حطناها في النص cloud وحوصنا في الناغراض راح يسكي لانا هذا الاور الجديد فعشان هيك لازم جذاك نجيب لنا بيكاكس دايموند ولازم نجيب لنا باكت مي هادي هي مهمتنا حالياً يعني بكاكس ونجبلنا شوية ايرون عشان سمولنا باكت وباقي الايرون ما نحتاجه نسوي لنا دروع وشغلات هاي ما بنحتاج هاد الاشي لانه راح نسوي اليوم يعني دروع او بي فعلياً من الاور الجديد تبعنا هاد نسوي لي سيف خشب وبدأ اروح الستاذ ايرون غولم ادبحه وطبعاً كتير منكم بحكيه السهيب طبعاً عندك انت هون كرافتنج ليه بتصنع كرافتنج وبتحط كمان واحدة يعني والله يا جماعة الخير والله دائماً ببنسة والله بنسة بعدين هك انا بصنعها بايدي يعني بحس هكي بتاعب واضح تهادي يعني استاذ ايرون غولم ماء أنك حبيبي لازم نجيب استاذ ايرون غولم هاي واحد هون فيان هذا البيت خلياً اشعيك عليها في خبز وانت ايرون غولم يلا تعلي يokorب بياتك والله انا دوا ايك لازم أقول لي اصلم ايرون غولم ايرون غولم والله هناك ما بتزحي انا يوتيوبر ممكن يعني يعني يتسيبني انا يوتيوبر مشهور حبيبي 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 ما بتعرف مين هون صاحب الاسطورة باش ادك جلد يالنوب يالإيز تنهرت طبعا يا جماعة يعني بحط البلوكات هاي عشان يعني نقف ندبح ومنيح وما يعني ايدعى سبطنها انا قلبي ادعى سبطنه باش هو يدعى سبطني وعطني خمس حبات كتير ممتازة اصوي فيهم بيكاكس ايرون لا مفروض اجيبه عشان الدايمون وبحتاج فقط ثلاث حبات دامود الحلقاء تصدقوا ما بحتاج دامود كتير راح نزوي ادروع اقوى من الدايمون وممكن كمان اللي ادروع تكون اقوى من الدايمون فهذا الاشي جدا ممتاز وبيرفكت لازم نسوي لي بيكاكس بيكاكس لايش هذا ورده هاي للمتابعين باشيلك اه القم كراوي وخلاني ايجي عبيوت الكراويين نكسرها كسر بيوت الكراويين عشان يعني سهيب بحتاج حجر دي سويله سهيب يعني تولس حجرية عشان لما ينزل الكاف وحوش ما تهجم عليه وتتبحوا فالقراويين يعني سمحين لبهذا الاشي صح كراوي صح لا تتطلع فيه اللي انا سويلنا هو وبدأ سويله كمان سيف هو المفروض ان راح نجمع لنا ايرون فهي خلاص سيصوهاي بسوي لك سيف ايرون وبعدها احنا اصلا راح نجيب ايرون بعدها وبحتاج كمان فرن سوي لك فرن وبحتاج كمان حجرين الحجرين هدول اول كابلستون راح نجيبوا هذا لا ايش للأكس الجميل عشان ناخد الكرافتنك تبعتنا هلا بس جمالي شوية هيل بيل في زيادة هيل بيل شفته قبل شوي في عنا هون مجموعة نجمع كل مجموعات الموجودة في القرية عشان نتقاد مع القراويين هاي اول نقطة وتاني نقطة عشان يكون عنا فود يعني خلال الحلقة ما ننجلد وروح الفود بنعني لانه اغلب الحلقات الماضية ما كنت اركز على الفود بشكل كبير كنت اخد الستاك واحكي ستاك راح يكفيني بس الستاك بكون قريب انه يخلص وفي احيانا كان يخلص بس معي الفود واضلني عهيلي جدا واطي واحتمال ان اموت فيه بس الحمد لله كنا انا نضرك الوضع ونتبه التنية ونجلده واليوم فيه يعني وحوجة جديدة لازم اتبعهم اشعاف والله قدي اجيب في عنا هيل بيل تحت شفته هلا خلالها سوي استاكين فود هيك ان شاء الله بالحلقة هاي الفود راح يكون عنا كتير نحكي ان شاء الله في عنا هون كمان وهون كمان هيل بيل جمعوا كله حلو ستة سبعة وعشرين بلوك هيل بيل في هون دروع ناخد دروع هاي نصبط وضعنا فيها هيك افضل من لا شيء يكون عنا درع بسيط عبل ما نجيب لدروع الجديدة هديك عبدناش ننزع الكهف وما يكون عنا دروع جميلة حلو اذا حزم من هلأ كتير ممتاز يعني ممكن حظنا يكون بالكهف كتير ممتاز لانه طلعي لي عطول فلنج حبيبي والله هلأ ما تحت حظي اش فيه لا ما ضربت حاليين والله الحمد لله الحمد لله طلعت لحبتين كتير ممتاز وحتاج كمان حبة واتوقع هيك غرفل ما بحتاج يا سلامي غرفل كل هذا زيت زبالة فلنتشك تابل جاهزة وهي الى الفلنت اند ستيل هيك فعليا انا جاهز بس اتقايد مع القرويين ونحكي لهم السلام عليكم وننزع الكهف ونجيبي ثلاث حبات دايموند عشان سوينا البكاكس واتوقع ما بحتاج اشياء تانية غيرها يا ربي تبيع والله بشويت خلي انا انام افضل عشان يعني نعف نتقايد معك كمان شوي خلينا اجيب كمان الالة هادي عشان نتقايد مع القرويين المفروض انهم يعني ياخدوا الوظيفة هاي يعني انا قروي جميل هون مش ماخد وظيفة صح حط هادي هون ونام عشان ما يشردوا ما يطلعوا من المكان هادا لما تتقايد معهم هدول يلا قروي لو سمح وظيفة جدا جميلة هايها يا سلام عليك بس ما بدنا احنا جزر بدنا ويب يا سلام عليك والله انك اسطورة انت اسطورة يا مان اسطورة محتاجة 12 امرولد اتوقع هيك كفاية والباقي اساوي فيه كمان خبز زيادة اتوقع بالزبنة انا خبز الحلقة هاي لانه فيه قلتلكم موبز جديدة فما بدي اطورت من ناحة الفود في عندهم كمان كروي ما عنده وظيفة فنقول له تعالي يا صديقي خد الوظيفة الجميلة هاي جدا جميلة بشيفها قدامك ايوه الله يرضى عليك خدها او اجه واحد تاني يخدها عشان هيك يا حبيبي احنا نعطي لهذا الوظيفة هاد رح يبع لنا ارز انت ايش بدك ولا ما شاء الله فيه اثنين واجه واحد من البعيد ياخد الوظيفة عشان يبع لنا الارز الجميلة هاي اتوقع انا جاهز جبت لي البوه جبت لي الارز جبت لي فلنت هلا بضل علينا اشي واحد خد الوظيفة هاي انبسط فيها بس بحتاج هيك شوية خشب قبل ما انزل لانه بتعرف انتو تحت بالكاف يمكن اصويلي كمان اشياء تانية فخلينا اجيب لي خشب الزيادة وبعد هنا ننزل على الكاف ينجي بثلاث حبات دامض ونحكي ان شاء الله ان شاء الله نلاقي الدامض بسرعة طبعا هذا الاشي باعتمد على يعني دعواتكم دعواتكم يعني منيح ولا سهيف ان شاء الله بنلاقي الدامض بسرعة ما شاء الله هذا البيت الكاسرو كو الفكري انه اول اشي جيت اخد من هون اللي هو الخبز كان فيه خبز طلع هذا البيت جيت اشيك اعهاد فعشان هيك تعالي استاذ قروي اعطينا كمان الارز زيادة والله صار معي ارز كتير ثلاث ستاكات ونص اتوقع دور هكوني كفاية كفاية كتير ثمان مدخل كاف ننزله سريع او حلو فيه مي يعني اذا فيه ايرون هون ناخده سوينا باكت ونعملنا مي هيك ونكون جاهزين من احت الباكت بظل علينا اشي واحد اللي هو ثلاث حبات دامض عشان سوينا البيكاكس ونجيب الاورن الجديد ونعمل ادروعنا جميلة جدا مرحبا اسكيلاتون تضرب علي بالارز والله ابدا انتفاك بالباكتبعي بجيب اخرتك بعدين خليك هيك عائل ومهذب بالحلقة هاي الله يرضى عليك اجيب الايرون هادا فلنت انت ستيل هيك جاهزة هيك بظل علي بس كمان حبت ايرون واتوقعت اجيب لي كمان ايرون زيادة مش عشان لدروع لا عشان اسويلي كمان بيكاكس تاني لانه فيه احتمالية انه البيكاكس هادا كسر علي قبل ملاقي دامض لانه اذا ما لقيت دايمون بالكهف يعني مفروض ان اسويلي تشاعر فهذا الاشي يعني لازم اطلع له وهلا خلينا اشوف هون اكيد طبخلي الايرون كله صح طبخلي اربع حبات سوي هادي هيك وعطينا باكت المي هادا يا سلام هذا الهو ما بحتاجه صح خلاص ما بحتاج الهو والايرون طبخه عندي كتير ممتاز اصوي هلا البيكاكس ولا استنى شوي انا بقول خلينا استنى شوي بعدما اصوي البيكاكس خلينا هلا انزل لهون سكيلاتون والله لا اجيب مكان تبعك يعني مش محترم فلازم انك تموت المفروض انزل ارتفاع تمانية تسعة عشرة ولك الله ياخدك يعني لازم نسوي شيلات لازم ابلعه يا جماعة ريفين على ريفين ايش هذا الحظ الجميل ولا دخلنا احنا اصلا على ريفين وهذا كمان ريفين تاني يا ربي كون حظي جميل جدا ارتفاع احداش يعني المفروض يكون يعني المفروض المفروض يكون فيه دامد انا لازم جيت هون والله ما ابعرف واخيرا حلو ايش واخيرا اصلا العناب سنعت دامد جاي احكي كل منه شوفوا يا جماعة فيه ريدستون هون وفيه لابز علمحته ريدستون واللابز بس الدامد ما كان مبيين يعني فيه هاله هون دايما حيلو الحمدالله مبينات اكثر من 3 حابات ايي تبقى الحبات هدول صح حمدالله الحمدالله والله احس اذا لم امش كمان زياد رح الاقي دامد وكن الدامد انا ما رح احتاجه باي شكل من الاشكال لانه رح نسوي لنا دروقع تولز من الور الجديد والور الجديد خلاص تقريبا لازم اطلع من مكان هذا وارجع على القرية عشان يجيب لنا بلوكات النظرية تعطينا ونعمل أورل جديد بسرعة والله بتمنى يكون حظه دائما زي هيك يعني ألاقي دامده بسرعة ويكون كمية الدامد اللي بحتاجة بالحلقة تكون قليلة عشان نسوينا الإشي الرهيب تبعنا بس ما توقع هذا الإشي دائما يصير معي يعني هالحلقة ممكن شوي كانت مميزة كانت واضحة أصلا من دعواتكم الحلوة الجميلة اللي إلي وبرتو كانت واضحة كمان إنه أول ما أجانا لفلنت صح مالذكرين أول حبة كسرناها إجانا فلنت بعدها كسرنا كمين جرافل تلعونا كمان فلنت أتوقع من هذا الوقت أنا عرفت إنه حظه بالحلقة هاي كان جدا جميل بس حظه رح يكون بالنذر رح يكون مميز ولا بش مميز هون مربط الفرس يا جماعة الخير سلام عليكم القرويين ما أبعدنا كتير أحسن الريفين جاي عالقرية شوفوا القرية هون أنا بش متبكونت بس عشان لا يمكن ركزت على المنطقة هاي كون هلأ معلها إحنا من الريفين والقرية إحنا عنا أهم إشي هلأ الأور الجديد إنه نجيبه يلا سلام عليكم وبلشنا نجمع ولك يام عفن الله يأخذك تعالي جاي تعالي لازم أدبحك أعلم عليك لازم حيوان أدبح بكسب البلوكات النظرات أجل قدامي خرب علي وأنتم بتعرف بلوكات النظرات بتطول عبر متنكسة زي الأوبسيديان يعني إشي تقريبا بملل شباين ونرجع التكسير التكسير الجدا جميل هذا لأله يحرمنا منه دايما كاراوية واحد سويها معي أتوقع بحتاج أربع بلوكات فقط لا غير خلنا هلأ نحلل البلوكات هاي الجميلة وهلأ نيجي على الإشي الرهيب نحط بكت المي هون ونحط النظرات راح يجينا ثمان حبات والمي بتروح علي يعني لازم أجيب لي هون كان في سورس مي هاي حبيبي ونطلع تللي وله ونطلع هذا الحيوان شكله كان في اثنين قلم ولا يشرف إحنا أسفين جدا على الإشي تسويناه بأخوك هون رفع ضغطي فيتحمل لأيجاه خلنا أسوي لي هون سورس نحاب أحول كل النظر رايت اللي عندي لووتر نظر رايت انقط لازم يا جماعة الخير ننام عشان يعني القروين ما يموتوا علينا دائما احنا بنحب القروين ضلهم عايشين فعشان هيك يعني لازم ننقذهم خليني هلأ أحول باقي النظر رايت اللي عندي وهلأ أجد اللحظة المنتظرة راح نسوي نعمل الكرافتنج للدروع الجديدة ونسوي برضو التولز تاعتنا وطبعا نزملت لكم الدروع لما ألبس الهايجيني منها إضافات زيادة فأول إشي الصراحة اللي بدأ أسويه اللي هو الدروع شسبلت جاهز والهلمت كمان جاهز آخر إشي البوت الجميل الرهيب هات إيش رايكم نسوي التولز بعدين نشوف إيش التطورات اللي على الدروع هادا الدروع زيتها دبث سترايدر اكس بروتكشن اي بي ثورنس ثري ام بريكينغ ثري كتر ممتاز بالنسبة للسروال بروتكشن اي بي ثورنس ثري هاشكله كله عليه ثورنس آه والله كله ثورنس يعني سروال حلوق ممتاز والشسبلت كمان ممتاز هلمت عليه اكو انفينيتي بشوف تحت المي منيح وبتنفس تحت المي كتير منيح وبرتكشن ثورنس وام بريكينغ بعد ما لبسنا الدروع أجان ايش جدا رهيب فيه أجتني هاي بعرفش اشهاي صراحة وعننا ووتر بريفنغ وعننا اوه هاي بتمشي بالمي سريع صح خلي اشيك خلي انا شيك شوف هذا المكان مع انه صغير والله بيمشي بسرعة بسمح سريع شباب سرعة أفضل من سرعة اللعب هو بيمشي شوفوا شوف السرعة واحد اثنين ثلاثة يسام عليكم شباب والله بمشي والمي سريع خليش في السيف صحي اش على تطويره لوتينغ ثري وشارمس اي في وام بريكينغ وفيش انسو علي كمان الفورتشن يعني بس الفورتشن يعني بس الفورتشن بس الفورتشن ما بحتاجه يعني واخر اشي عنا الاكس نقصنا شفل ما سوينا شفل خلينا اروح اصويلي شفل سريع بس للأسف يعني خلص عندي اللي هو الاور الجميل تاني ناظر رايت ولازم نحاوله هيك بكسر اوبسيديان سريع جيب الزيادة من القورش جميل هذا واحد شفل يا حبيبي افشنسي وعلي ام بريكينغ افشنسي يعني بكسر سريع صح؟ يا سلام يا سلام هيك عنا كل شي تقريبا بكسر سريع حتى الدامد هذا ما توقع راحتاجه استيك ما راحتاجه فورر ما راحتاجه وبرضه بكاكس الدامد خلص يعني ولا وده على الملاعب الصراحة لا الصراحة كل شي صار عندي كتير ممتاز هل ابدأ انزل على مكان في لافة اجمع لي منه عشرين حبة اوبسيديان واطلع عشان نعمل اشي البسيط تبعنا لبوابة النذر رجعت على المكان اللي كنت بالاصل اجامع منه الدايموند عشان نجيب الاوبسيديان تبعنا شوفوا شوفوا التكسير سريع التكسير سريع في شنسي فيه يا جماعة الخير يعني اوبسيديان منجوه بشكل جدا سهر صاحب ايش بتساوي غلط غلط ايك والله غلط وانا بكسر المنظر باجتمامة يا شماعة الخير اه صح شكل ادروع ما فرجتكم اياها شكلها جدا فخم وكأنه مدموج فيها المي فهمتوا كيف زيك انه المي جاي علي دروع نفسه فمنظرها جدا رهيب صراحة والتولس كمان منظرها جدا حلو كمان يا نعم انتو ايش بتكم ايش بتكم الا اجمع اوبسيديان براحتي معاي عشان اوبسيديان كتير ممتاز بعد ما اطلعت اتذكرت شغلي اني بادر اصوي البوابة وانا تحت كل اريحية وانا بداخل النذر اصوي بوابة روح طلعنا على العالم العادي بس ما شاء الله مخي ما في منه يا جماعة ونحكي يا رب قلعة يا رب قلعة لانه عسيب في لوتنج يعني اذا لقينا قلعة بكون اشي ممتاز والبوابة الازرع مش راح نتورط فيه صراحة لانه اذا رجعت على العالم العادي راح الاقي اندرمن وادبحهم باللوتنج وراي يعطوني الكمية اللي بحتاجة من العيون الجميلة لقينا القلعة لقينا القلعة حبيبي يا النزلة النزلة شوي غبية ووو ما شاء الله علي قدم حركات بركات شفتوا كيف محترف محترف اشال الله عليك وبصدنا القلعة الاشي كنت باستنى الصراح بس هلا لازم يلاقينا سبونر يا نعم يا نعم وذارات ايش بدكم والله ما تلمسني والله ما تلمسني ايوه حلافتنا اوه بليس تعال ابلع اديع طانيك ام عصاي اصاي واحدة يلا بسيطة بسيطة عنا هون سبونر يا سلام بس ما اتفع انك تشرط زي هيك فلازم اسويلي هون مظلة عشان ما يطلعوا من هادا المكان ابلع ابلع ما تشرط حلو ثلاثة وانت كمان يا رب ما يشرط حلو بتايش نزلي ما نزل اشي الحيوان خد كم؟ خمسة بحتاج ثلاث عصي في عنا غاد بليز روح لهم اتباحهم وخلصنا يارب يعطيني يارب يعطيني ثلاثة يارب يعطيني ثلاثة يارب ثلاثة يارب ثلاثة اعطاني تنتين لمعفن بدي كمان واحدة فقط لا غير سنة وستة وشهر لاترسبن اه حلو 11 انا دائما هيك حظ لما اجي داي اللي حبه بيعطيني خمسة ستة مع بعض والله غلط سهيب هذا بالصراحة اللي اسويه ارجع على العالم العادي عشان ان شاء الله نحكي انلاقي الدنيا ليل لانا لما دخلنا كاتل دنيا لصباح اتوقع هلأ الدنيا ليل واذا لقاتل دنيا ليل رح انلاقي اندرمان ان شاء الله وانتباحهم الدنيا ليل هلأ المفروض انه لقينا اندرمان في مكانا ما وشوفوا كيف بمشي عالمية سريع اندرمان يا اندرمان تعال تعالي حبيبي تعال تعالي جاي تعال ابلع عندين ممتاز ايوه واحد اتنين انت ما بعد تعالوا جاي تعالي تعالي يا رب نزل العيون كتير خمسة ودي هادا هادا واحد اعطاني ستة شوفوا شوفوا راح اسوي انا احول هدول ونقعد نبحث على الاند ونشوفوين انتجاه الاند وانا بدور على الاند احتمال كبير انلاقي لي اندرمان الزيادة نحكي ان شاء الله اللي لقي الزيادة هاي واحد هون تعالي جاي والله بتطلع بعيونك ليه ما بتعثب علي شكلك خاف مني صح محطان عيون المعفن ابلع تعالي حلو تعال تعال لا تشرد لا تشرد كمعين كمعين واحدة هدول ثلاثة حلو صار ما اتناشق صح يا رب هذا الاخير يا رب الاخير نزلي ثلاثة اربعة عليك معفن تعالي يا حبيبي تعال والله بس حبي حبي اعطيني حبي ثلاثة عيون اعطاني كتير ممتاز هيك راح ادور على الاند براحتي صح في ايش بتضربني اسكيلاتهم معفن روحي احترق سبحان الله العين رجعتني وانكست علي رجعتني بهذا الاتجاه المكان كنت فيه انا بالاصل يعني اتوقع بين المكان اللي انزلتت فيه العين والمكان هاد اللي كنا فيه قبل شوي يعني زيت هون مفروض تنزل تحت اعطيني العين بس مستحيل ما يكون تحت يا سلام والله عارف شفت كيف خبر خبرة يا سلام عالاند عطوه لننزل يا رب يا رب البوابة تكون قريبة هادول اللزات انا بحبهم الدرجة زي هاده بكون قريبة عالاند دايما كسر هاده والله فيه ثلاثة عيون ممتاز مزبطينا بالعيون اليوم هاي شيكبوينت والله معكم معفنين روح روح طير روح بسم الله الرحمن الرحيم ويا رب ما يكونوا الموبز الاجداد الف الاند قويين سلام عليكم لا متقولهاش حبيبي زل غاردن هاد اكلنا هوا اكلنا هوا والله زل غاردن عاملين زل غاردن شوفوا الاشيعة بتطلع منهم وفيه عندنا هذا الوحش لازم نجيبه ونرصبنه عشان نقاتله مع الاستاذ دراجون ايوان مفروض انه يتحول عبل ما يتحول بدي افجر لأبراج الصراحة زي هيك افضل لي عشان اكسب وقت واتوقع لدراجون رح يهيل من الابراج لعالموبز الغريبة هاي فلازم اني ادبحهم انا اجاني اجاني ابلع 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 هاي هيلو رايح فيها بس بس عايش كيف شراك تجي عند الدراجون خليه اعلم عليك تعال تعال هون فيه دراجون عصب 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 يا معفن اكلنا هوا والله التنين رفصوا رفص الزوم بالتنين ابلع ابلع بس هاد بعصب اكتر بعصب يما اش صار اش صار والله صار اش غريب كأنه ساد دنيا ليل ومسكن الزوم بهات ها شوفتوه قعد بهيل يا ربي على اندرمان اندرمان والله انك قليل ادب ايوه ايوه والله انك انت خلص تبع ميني قعد مات 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 صح ابلعوا لقم شوفوا شوفوا الابراج هاي عليهم الابراج تول هادول الموبز البالاند بساعدوا تدراكم بشكل مش طبيعي التنين قعد بهيل من الابراج هاي اللي عليهم حلو اسمعوا في اش غريب فيهم هادول على فكرة ما بهاجموني او والله بدربوني بدربوني هادول البرفع ضغط فيهم هادول اش واحد عندهم ميزة القاردين يعني بدربوك من بعيد ابلع بس ابلع انا نقصنا انا الاندرمان نقصنا اخرية هالاندرمان يجي اعجب علي حلو واحد راح التاني المفروض هادا يروح بسرعة يا سلام جبنا ايه كمان برج فيه في كمان برج فوق ايوه جبته جبته حلو كل ابراجيك خلصت بس بضل اش واحد اذا الموبز هادول اجعلهم زي البرج او زي الكريستال زي هداك هاي فيه واحد هون شايفينو لازم هادا على طول شو نسوي انفجروا على طول عشان الدراجون ما يهيل منو يا سلام فجرنا هادول دا اتبعهم دا شوف ايش بنزلولي خلينا اتبعهم اجرب شوف بنزللي اللون البنفس اجي وبدامجوك زي القاردين لعنى لما تضربهم زي اكنوا عليهم ثورن ازاي والله الفود قاعد بنقص عندي بشكل جدا كبير ركزت لك بشغلي انو العيون عندي ادب زيد عيوني اياي اوف اندر بس كيف هادول زادوا عندي ما بعرف شكل هادول بنزلولي اياي اوف اندر صح؟ يابقى اتوقع هاد نزل اللي صار عندي عشرة كمان بنزل كمان اندي كريستال حط هاده هون وفجرها بالبو زي هيك ابلع بس ابلع ابلع احط كمان واحدة وفجر كمان هاداك حاتي كريستال عراس لازم تفجر الكريستال هدي شان التنين ما يهيل منها اوه نزل نزل تعال جاي تعال احبك احبك تعال ابلع 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 والله بنقص سريع السيف السيف او من الكريستال طلعت مفروض امسك هلق بالبو ابيل 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 لا 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 والله ما تهيل والله ما تهيل ايوه انفجر زي هيك احسوا دينزل صح؟ شوفوا شو رأيكم اخلي هيلو شوي وادبح بالكريستال شو رأيكم والله بتطلع فكرة حلوة صح؟ يعني نيجي هون اندمجه شوي صغيره يضلله زي هيك بعدها نحط الكريستال هاي جميل جدا مع انه اتوقات ما تصبت لانه هيل شوي منها او هيل كتير بالاصاح بس الحمدلله هيوه مات 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 ابلع ابلع تنهار تبلع يعني لا تقول لي موبجة جديدة في الاند لا تقول لي الوحش القتلته هاد الجديد لا تقول لي ولا ايشي فعليا ايزي تنهار بدنا مستوي احنا ولهوان بقول لكم ووصنا هات المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة كان معكم مقفل صغير نشوفكم بالخلقات الجاي بعمال